ازايكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة عن الحجم الاكبر من قليات فيليبس حجم الدبل اكس ال بريميام او 1400 جرام بداية شركة فيليبس غنية عن التعريف وهي شركة رائدة في مجال القليات الهوائية والحصلة على براءة اختراع فيها بفضل تكنية الرابد اير وتكنية التربوستار وهي من اول الشركات المصنعة للقليات الهوائية بهذا الشكل المعروف عنها تعالوا بقى نقارن ما بين موديلات الدبل اكس ال بنوع من التفصيل موديل 960 اللي المجبط بتاعها لونه نحاسي وموديل 9650 اللي المجبط بتاعها لونه فضي اللي اتنين من الافانس كوليكشن موديل 630 من الفيبا كوليكشن مبدئيا كده التلات قليات لهم نفس الشكل الداخلي نفس الشبكة ونفس الحلة ونفس السخان وكمان نفس المطور ونفس التصميم والتلاتة نفس المقاس الخارجي والداخلي التلات قليات فيهم تقنيات اول مرة تطرح فقلايا هوائية والتلاتة بيعملوا نفس الحاجة ما فيش فرق جوهر ما بينهم في الوظيفة الاساسية وهي الاليب معلقة زيت واحدة يعني تقدر تقلي فيهم وكمان تشوي تخبز وتحمص فيهم وتعملي كوب كيك او كيك لو انت حب ده والتلات قليات بيدوا نفس نتيجة الاكل وفيليبس معروف عنها انها بتطلع الاكل اقرب للمقلي التلات قليات زي بعض في المواصفات اللي هنقولها دلوقتي تأتي بسعة 1400 جرام وحجم 7.3 لتر تكفي 5 او 6 اشخاص الوطل لها 2200 وطل اهم مميزاتها اول واهم ميزة سهولة الفك والتنظيف والاستخدام والميزة دي اللي بتميز الموديلات دي عن الموديلات اللي قبلها لان الشبكة بتاعتها ستانلس بتتفصل عن بعض ومطلية بمدى تفلون تمنع التصاق والتعام بها والسلة والدرج بها مادة معناعة للالتصاق وبفضل تقنية الكوكلين التي تساعد على التنظيف السريع يمكن تنظيف القلاية في وقته صير جدا وتحافظ على المنزل من روائح الطعام السيئة بفضل فلترتها للروائح الطعام ويمكن غسل أجزاء القلاية الأجزاء القابلة للفك في غسالة سحون بأمان سريعة جدا أسرع بمرة ونص مقرنة بالفرن السخان والمطور قوي جدا وتستخن المواد عالية الجودة في التصنيع والشبكة أقوى وأمتن من الموديلات اللي قبلها لا داعي لإحماء الجهاز مسبقا لأن فيها ميزة التسخين الفوري يعني ما بتحتاجيش تسخن القلاية فضي قبلها ميزة فصل وإزالة الدهون بنسبة تصل إلى 90% بفضل تقنية التوينتر بوستار وهذه التقنية عبارة عن قطعة أسفل الشبكة مباشرة تقوم بتقليص الدهون من الطعام وتعمل على تجميع هذه الدهون أسفل الشبكة مما يسهل تنظفها تقنية الربد اير في الموديلات دي اسمها تقنية الادفانسد رابد اير تستميز هذه التقنية بتصميم على شكل نجم البحر لتدوير الهواء الساخن بهدف الحصول على طعام شاهم قرمش وكريسبي من الخارج وتريو جوسي جدا من الداخل باستخدام كمية قليلة جدا من الزيت تجعل هذه التقنية تضفق الهواء أسرع بسبع مرات من الموديلات الأديمة منها تقوم تقنية التوينتر بوستار وتقنية الادفانسد رابد اير اللي اتنين مع بعض بتوزيع الهواء الساخن في جميع أنحاء القلاية وبتخلي الأكل يتحمر كويس من جميع الجهات ومش بيحتاج تقليل وبيتحمر بشكل متساوي من جميع الجهات من فوق ومن تحت وبيكون أقرب للمال الجسم الخارجي للقلاية بيفضل بارد مهما يتعلف ضربات الحرارة إمكانية التحكم في وقت تحضير التعام من دقيقة إلى 60 دقيقة تطبيق الوصفات تدعم تطبيق نيوتري وبيقدم مئات الوصفات العالمية وبأفكار يومية متجددة من خبراء وطبخين من جميع الثقافات حول العالم بالنسبة لإعادة التسخين الثلاث قليات ما فيهمش البرنامج المخصص لإعادة التسخين بس ممكن أنت تثبتيه بنفسك بتثبتي درجة الحرارة والوقت على درجة حرارة 150 لمدة 5 أو 7 دقائق حسب نوعية الطعام بالنسبة لمأساة الشبكة الداخلية الثلاث موديلات نفس مقاس الشبكة طولها 23 سنتي وعرضها 23.5 سنتي مميزات خاصة بموديل 9.860 وموديل 9.650 اللي اتنين فيهم خمس برامج طبخ معدى مسبقا تتضمن هذه البرامج برنامج البطاطس الفروزن والواجبات الخفيفة الفروزن وبرنامج البطاطس المقلية الطازة وبرنامج السمك وبرنامج الخاد الدجاج وبرنامج شوية دجاج ميزة حفظ السخونة هذه الميزة تحافظ على الطعام ساخنا وبدرجة حرارة مثالية حتى 30 دقيقة فقط نضغط على وضع حفظ السخونة يمكن تعديل الوقت من دقيقة إلى 30 دقيقة لهذه الميزة ولكن لا يمكن تعديل درجة الحرارة التحكم بالوقت والحرارة ديجيتال فهي مزودة بشاشة رقمية للتحكم في الوقت والحرارة عن طريق اللمس التحكم بالبرامج منوال عن طريق بكر يمكن تعديل درجة الحرارة من 40 إلى 200 درجة أما في موديل 9.630 يمكن تعديل درجة الحرارة من 80 إلى 200 درجة التحكم بدرجة الحرارة والوقت منوال عن طريق بكر بها ميزة إيقاف التشغيل التلقائي فيه مستين زيادة في موديل 9.860 عن موديل 9.650 تقنية المستشعر الزكي اللي بتوزن الأكل وتحدد درجة الحرارة والوقت التلقائي ميزة حفظ البرامج المفضلة بالنسبة للتصنيع موديل 9.860 تصنيع سيني موديل 9.650 تصنيع بولندي موديل 9.630 تصنيع توركي الفرق بين موديل 9.650 وموديل 9.654 مفيش فرق ما بينهم اللي اتنين نفس القلاية بالزبط وزي بعد في كل حاجة بس الفرق ان موديل 9.650 بيجي معاها قطع زيادة العيوب مفيش اي عيوب ظهرت فيهم لحد دلوقتي غير ان الدهون لما بتتراكم عليهم بيكون تنظفهم صعب عشان كده لازم ننظف القلاية اول باول بعد كل استخدام موديل 9.630 اللي هو الموديل التركي المانويل فيه عيب صنعه من عند الباب بيكون مش محكم الغلق بس ده مش بيأثر على كفاءة القلاية بحاجة بتفضل شغالة بنفس الكفاءة عشان تحسم الاختيار ما بينهم لو هيفرق معاك اي ديجيتال او مانويل لو عايز القلاية مانويل يبقى موديل 9.630 انسب اختيار ليك لو عايز القلاية ديجيتال وامكانياتك المادية تسمح يبقى موديل 9.860 انسب حاجة ليك ولو مش هيفرق معاك المستشعر الزكي ولا قائمة المفضلة يبقى موديل 9.650 مناسب جدا ليك ومن وجهة نظر الشخصية موديل 9.660 ممتاز جدا بتمنى تكون استفدتم من الفيديو لو عندك اي سؤال سبهولي في التعليقات وهرد عليك فورا وما تنسوش تدعموني بلايك وكمنت على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد وشكرا لكم جدا اشتركوا في القناة